أكد مجلس الشورى أن الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في حماية المنطقة من الإرهاب والتطرف وحفظ الأمن والاستقرار هي محل تقدير كبير وأشار المجلس في بيان له إلى أن كافة الأعمال التي من شأنها إطارة الفتنة وزعزعة الأمن والنيل من السلام أو السلم الأهلي تعد أعمالا مرفوضة على نطاق واسع ومن الدول والمجتمعات كافة لما تنطوي عليه من تعارض مع المبادئ الإنسانية وتعليم الشريعة الإسلامية الغراء وما تمثله من عبث غير مسؤول بأرواح الناس الأبرياء ويشدد مجلس الشورى على أن سيادة الدول وكافة التدابير التي تتخذها لمواجهة ما يقوض أمنها واستقرارها يعد شأنا داخليا لا يحق لأي كان التدخل فيه وذلك حسب ما تنص عليها المواثيق والمعاهدات الدولية منوها المجلس في هذا السياق بالعلاقات الأخوية المتينة والمتجدرة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وشعبيهم الشقيقين وما يربط بينهما من قواسم مشتركة ووحدة الهدف والمصير